نفسي اسمع منكم في التعليقات طلبات اللي تشت ميني يعني نشاهد انت يوم الجمعة يعني انت عشو فيديو يوم الاخنين يعني انت يوم تلاتة اربع خميس تفكر تفكر انا كل اي يوم الجمعة وتكتب في التعليقات بقى عشان يوم الجمعة دي انا اريز اتقى واجبة دمار اكتساح خراب بيوت 30 يوم واجبة 30 مطعم مختلف اهلا ومرحبا بكم في كناة زيدانكو اهلا اعزائي المشاهدين طبعا انا مبراح نزلت بوست كده بجيس نبض قلت عايز اعمل تحدي 30 يوم من 30 مطعم مختلف ولقيت شوية تفاعل معدش 24 ساعة واحد ازاخنا قلت بس بس هو ده هو ده التحدي تحدي لم يصبك عمله 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 اعتقدت عمله صح زيدانكو هياخدكو في جولة كل يوم لمدة 30 يوم من مطاعم حول انحاء العالم بس اخيل اول اقولكو ايه؟ صلاح لا صلاح لا ليه هناك يا طاي ودلوقتي هقولكو طاي ودلوقتي خلينا اقولكو ايه هي شروط وقواعد التحدي التحدي كالقاتي كل يوم هناكو الوجبة من مكان او مطعم مختلف لا يشترط ان تكون هذه الوجبة من مطاعم الوجبات السريعة يعني مثلا ممكن يبقى مطعم مصري مطعم روسي مطعم مطعم صيني مطعم ياباني وهحاول على قد مقدر اجيبلكو تشكيلة متنوع من المطاعم سواء كانت فاست فود او سواء كانت مطاعم اللي هي الجورمي او من مطاعم حول انحاء العالم ثالت حاجة يجب على زيدانكو ان هو يتمرن كل يوم كل يوم الهدف من التحدي ده ان انت بعد الثلاثين يوم ان شاء الله هكون انا نقص وزن معرفش ازاي الحقيقة بس يعني هحاول طبعا مشو خداله انا شعري طبعا متول وزد يعني عشرة كيلو مسلا في الفترة اللي فاتت دي الرابح حاجة كل يوم جمعة هيبقى فيه تشيت ميل ايوه هتبقى واجبة خرافية واجبة تاريخية طبعا غير الاكل اللي احنا ناكله كل يوم ده هتبقى وجبات عادية يعني لو مسلا وكده يعني حاجات كده لشخص واحد يعني واخر حاجة ان التمرين ده لازم على اقل ابقى انا عامل ستلاف فانا مسلا نهار ده عامل سبعة تلاف بس عشان لأ صلاح صلاح ما اصلا الفيديو بقى يا ابو صلاح ما ينفعش اي 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 انا نهار ده عامل سبعة تلاف بس عشان ما كانش عندي شغل كتير برا المكتب فيا دوب بروحتي الجيم ورجع والا 100 دقيقت pursue ودلوقتي احنا عشان اشايف تلاتين يوم يعني مش هيبقى فرق رهيب في المصل في المصل ماس او الفات ماس والكلام ده فانا شايفها مش هتبقى فرق قوي نسبة الدهون نسبة العضلات في شهر بالاكل اللي انا هعملو ده ما اعتقدش ما هي هتبقى حاجة يعني مؤثرة انا اصلا لو يعني ان شاء الله لما انزل او لو نزلت يعني هبقى مبسوط قوي بصراحة طبعا هيبقى فيه حاجات خارجة عن اراضتي يعني دلوقتي مسلا سالة 11 و 10 فمش كل المطاعم بتقدر توصل في الوقت ده عشان احنا عندنا التقييم الوطني بتاع السالة 11 بس انا النهار ده كان يومي طويل ف ملحقتش يعني اطلب ملحقتش اصور قبلها غير لما ارجعت البيت فدلوقتي انا معرفش ما هطلب ايه فالوردر هيبقى مفاجأة او انت غالبا لو انت جيت على فيديو فانت شفت اسم المطاعم بتصنب نيلي فانا دلوقتي هفتح فين الموبايل اه فانا هفتح دلوقتي ونشوف ايه المطاعم بتوصل وانا اكتشف بس عايزين بقى النهار ده اول يوم في السلسلة يا جماعة عايزين طبعا ايه دعنا بقى لايكات كومنتات مشاركات اه دي او مرة في حياتي اعم كوميتمنت اواخد الاتزام ان انا اصور تلاتين حاجة في تلاتين يوم ورا بعض اعتقد الموضوع محتاج دعم محتاج دعم يا جماعة زدانكو طبعا تسألني برضو انت لي بتصور في السيتب ده هقول لك عشان السيتب بتاع الترابيسة الكبيرة متعب دي اول حاجة تاني حاجة المفرشين السود اه تبهدلوا ما يملفتش اخسلهم فبوزوا فما عنديش مفايرش حاليا بس ان شاء الله واجبة يوم الجمعة دي هتبقى يامة برة يامة لو هنروح مطعم نعمل بقى واجبة نارية بس في ال كل يوم اعتقد التصوير هيبقى هنا او لو في نعطل في او انا اروح لمطعم مثلا فبس اعتقد معнозا لا ت LeadHHH هيبقى هنا ان انا بحاول ايه نتفادي 하고 يامة فادي على قد ما نقدر يعني ماشي جماعة احنا دلوقتي بقى عايزين نشوف ايه او 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 حاجة احنا مجربنهاش قبل كده مم 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 ممم مم شايفتوственно شليز انتو على القناة ده بيرجر بس اه لسه واكل بيرجر. عايزين حاجة كده متر كدا كماعة نارية كدا حاجة حاجة ما جربناهاش قبل كدا اوه اوه بأب أب se شونز جربناه قبل كدا طب دي مشكلة برضو ان احنا الحاجات اللي احنا نجربنوها وأنا شاهد د projectي عندهم هاهو وان ميت ديم بيزا بيزا حجم وسط 3 صغيرة ووحدة وعصير فانا شايفها دي ودي 40 درهم فانا دي عجباني جدا فانا هنطلب دي بقى عايزين نجيب ميديم ايه بقى نجيب ميديم بالايه اوه اختيارات كتير ميديم باباز اول ميت بيتزا جبنة اعنزود جبنة متزللة معلش ان انا يعني نفسي في الجبنة السلطة ممكن يوم تاخد السلطة يوم تاخد جرليك توست فانا رايي بصراحة نجيب يعني سلطة بقى يعني مش هيبقى بيتزا وعيش بقى هيبقى خلاص 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 بيود ده خلاص كده وعصير طبعا كوكاكولة زيرو يعني معروفة عشان نضايق اه 45 درهم بالتوصيل حسا جماعة نضايقتي هنستنى الوردر ييجي ما تنسوش جماعة تدعموا القناة بسبسكرايب ولايك عشان نكمل في السلسلة دي 30 فيديو 30 مطعم 30 واجبة كل يوم جمعة واجبة شيت ميل واجبة نارية واجبة الدمار واجبة التفجير ماشي جماعة الاكشي وصل بزبط في 30 دقيقة بزبط السلطة السلطة بدل ما نجيبنا العيش وعندنا الدرسينج بتاع السلطة بلسامي سوس البلسامي سوس البلسامي وفينيجر اللي هو ايه خل الزاتون وطبعا شوك معالي والبيتزايا عليها اضافة اه موزاريلا مفون دي فيها بس انا مش شايف خالص يعني شايفت او اه طماطي مجففة طماطي مجففة جيبنا اللي اخاص دي الحاجة اللي انا شايفها يعني ماشي ماتلا ناسها تضضعت المحلات الفاصل فوت دي تبقى سكتة قوي بس انا ندوق بسم الله انا بحب الطماطم دي هي الطماطم مجففة لكن الباقي كله هي حلوة بس هي عادية في بصل برضا جماعة يعني مقترع عمتا ان السلطة اه الدرسينج ممكن يغير طعم السلطة يخليها حاجة مختلفة تماما 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 وندوق يا جماعة بسم الله السلطة يحطك في حتة تانية بصراحة يعني انا متفاجئ ان هي طعمها حلوة كده بس انا مردو في العادي ما بجيبش سلطات من مطعم البيتزا يعني اولا بتقولك سلطة بتاعت مكدونالز وكام ده يعني عمري ما كنت تعالت بسلطة من طبعا جماعة البيتزا معروفة ما بتاكلش يعني بالشوكة والسكينة او كده بس البيتزا عندي العجينة اللي هي تبقى سميكة شوية ونجبنا صايحة احلى قطمة بعد تامية الجيم تاخد لك الكاربوهايدرات كده او الكاربوهايدرات انا من عشاك البيتزا اللي هي تبقى فيها صلصة تماطم والحشو والحشو دي هنا كله لحمة مفيش خضار بقى مفيش بصل مفيش زتون يعني بيحبها جدا يعني بالنسبة لي دي البيتزا المسائلية حتى لو مفيش لحمة بتبقى حلو قوي حلو جدا جدا الجبنة زيادة معرفش لو جبنة يعني كده زيادة دي حاجة محبطة بصراحة بالنسبة لي يعني مجيبش عليكم توقع الجبنة تبقى اكتر كده وتعيزها بتغيب رقة جبنة تصايحة جبنة فيها سنة ارمشة سنة ارمشة وفن سوق الطريب بيتزا ممتازة العرب ده قوي انا بعمل نظام اسمه الوريور ميل او الوريور دايد لو انتم مهتمين تعرفوا عنه اكتر اكتبوا لي في التعليقات هشرحوا في الفيديو اللي جاي سواء كان بكرة سواء كان بعده بس هنا دلوقتي هخلص اكل تقييمي السلطة تمانية بيتزا تمانية توصيل نص ساعة بزقال نص ساعة كمان الاكل كان هنا اكل صخت رجل تقييم يعني حلو قوي انا مبسوط جدا خمسة اربعين دول هم عندهم يوم التال برضو بقى فيه عرض يعني مش نارضي يوم الحد فقولت برضو مش يعني مش مشكلة فا انا هسيبكو بقى في اخر الفيديو هنا خلص انا اكل يدوب بقى عشان نلحق نمنتج ونروح بكرة الشغل ونطلب هنأكل بكرة ايه هنأكل بكرة ايه طب نفسي اسمع منكم في التعليقات طلبات اللي تشيت ميل يعني تشيت ميل تأتيوم الجمعة انت عشو في فيديو يوم الاتنين ايه قدامك يعني اتنين تلات اربع خميس تفكر تفكر هنأكل ايه يوم الجمعة وتكتب في التعليقات بقى عشان يوم الجمعة دي انا عيزة تبقى واجبة دمار اكتساح خراب بيوت مفيش بكرة لا ترجع ولا استسلام وشكرا جماعة لحسن متابعتكم في هذا الفيديو كان معكم الزيدانكو وما تنسوش للفيديو عجابكم وعمل لايك الفيديو اشتركوا في القناة وبكرا ان شاء الله نشوفكم في فيديو تكملة صلاح بقى صلاح ايدي بس انا مش هم تسكى عشان انت عغلي علي بكرا ان شاء الله هنراكم في الحلقة التسعة وعشرين متبقي تسعة وعشرين حلقة ان شاء الله جماعة نكمل اتحادي ده بدعمكم ووقفكم جمبنا وباللايك وبالشير وبالسابسكرايب ودمروا كل الزرائر كل الزرائر من تحت فبس كيا جماعة شوفكم بكرا ان شاء الله سلام عليكم انا اصلا نسيت حاجة مهمة جدا جدا ممكن حد يقول لي انت ما بتصورش ليه انت ما بتخلصش اكل فانا قلت بقى ايه لا اصور تاني واخلص الاكل تبقى القطاط كافة الاخر كده يعني عشان هادي الفكرة من التحدي ان انت تاكل الاكل كله يعني نسيت حاجة مهمة جميلة memسآ ابتدع ترجمة نانسي قنقر